شايفيتك كتير مسيطر هاي الفترة وعم بتتبدل الأدوار ما بينك وبين الحبيب على يعني وجه الخصوص بشكل عام لبرج القوس عزيزي للأسف يعني أنا دائما بحب أقرأ الكروت الإيجابية بس فيه كروت سلبية بتطلع لحالها يعني فخلينا نقول فيه فاقة سلبية فيه امرأة عم تعملك شغلة غلط شغلة يعني عمل أو ما بعرف سحر أو شي مثل هيك فيه عنا علاقة ثالثة ظاهرة في الموضوع وعم بيكون فيه حسد منها من هاي العلاقة الثالثة أو العلاقة الثلاثية فيه شخص ثالث داخل على الموضوع ممكن ما يكون يعني طرف ثالث ممكن يكون أي يعني شيء أو شخص داخل في العلاقة شايفة إنه رح يكون الشريك أو ممكن يكون للناس السناقل ممكن يكون شخص الجديد أو فارس الأحلام أنا شايفة يعني مواصفات فارس الأحلام وحتى لو كنتوا منفصلين فهو نفس الشخص فارس الأحلام عم بشوفه يعني جاي بعرض بشي معين يعني جاي والفرحة على وشه ولكن أنت رح يكون في عندك بعض الصراعات الداخلية من هاي العلاقة وبعض التشويش يعني أوكي يعني فرحان رح تكون بالرجوع وكذا بس بنفس الوقت خايف إنه المشاكل تتكرر وخايف إنه العلاقة ما تكون مثمرة أو ما تكون لها يعني إلها نهاية حلوة أو خايف أكتر إشي من الشريك هذا الشخص نفسه هذا الشخص اللي نبين بالصورة فالباين إنه أنت في عندك صراعات بينك وبين حالك إنك هل تعطي هذا الشخص فرصة أو لا والباين إنك أنت رح تعطي ولكن بتوجس بخوف معين رح يكون في عندك خوف شوي من هذا الشخص لكن سرعان ما هذا الخوف يتبدل ويصير سعادة أنا شايفة فيه سعادة في الموضوع فيه توازن فيه نصر عم بتحققه على هذا الشخص أو على الشخص الثالث لأنه شايفيتك مبسوط وطاقتك يعني نارية عم بتكون كتير مشاعرك نارية تجاه هذا الشخص أنت عن جد بتحبه ولكن عم بتفكر شوي بلشت تفكر بعقلك شوي أكتر من قلبك بهاي الفترة والقوس يعني معروف بفكر بقلبه بعقله يعني بذات الوقت فرد مرة بس بهاي الفترة أكتر رح تكون صارم مع الشريك رح تكون مبسوط بس بنفس الوقت صارم مع الشريك رح تغير معاملتك معه عن سابق عهدك أول شي كنت بتعامله بطريقة يعني حنونة زيادة كنت عم طاط زيادة في العلاقة شايفيتك هلأ لأ عم تتغير توجهاتك عم يتغير تفكيرك عم بتكون حط إجر على إجر والشريك هو اللي عم بيقدم تنازلات فشايفة نصر وكروت حلوة لبرج القوس شايفة على الأغلب في عندكم سفر أو إجراءات سفر ممكن تكون بالشهر الأخير من السنة لكن عم بشوفك عم بتزبط الأمور وعم بتحطر حالك لهاي الخطوة التأشيرة أو الخبر السار عن السفر رح يجيك خلال الثلاث أشهر لكن السفر نفسه ممكن يكون في آخر شهر من السنة على الأغلب العمل شايفيتك في شوي نقص في المادة في الفترة الجاي ولكن بنفس الوقت انتصارات ويعني علو ومرتبة لكن المادة أنا شايفيتها نفس الشي ما عم تتغير فهذا الشي شوي عم بدايئك عم بيخليك نوعا ما زي ما قلنا زي ما قلنا هون انه تحط حجر أساس لمشروع جديد فممكن انه تكون بسبب يعني المادة محدودة أو كذا تبلش بمشروع إضافي وهذا المشروع ماشي على خير وفترة حلوة كتير انك تبلش بهذا المشروع بشهر تسعة يعني بالشهر الثاني فعم بشوفك مسيطر في هذا المشروع عم بتكون مشهور في مجالك أو بالمجال الجديد اللي دخلته بالمشروع اللي عملته فعم تجني أرباح عم ما بعرف عم يعني تحصل على شهرة معينة في المجال اللي انت فيه هذا أكتر اشي بالنسبة للطاقات ترابية نارية في كل قراءة لازم النارية تكون موجودة ما بعرف ليش في عنا ترابية نارية مائية هذا أكتر شي موجود وبرج الحمل موجود عنا برج الحوت برج السرطان هدول أكتر أبراج موجودة خلينا نشوف بالعقل الباطن شوفي عندك يا عزيزي آآ في موضوعين عم بيكونوا يعني مركز تفكيرك عليهم آآ بدك تحققهم بنفس الوقت ولكن أنا بقولك بهاي الفترة الثلاث أشهر رح تحقق واحد منهم بس آآ لنهاية السنة بتكون حققت الموضوع التاني أنا ما بعرف شو هم المواضيع لكن آآ يعني هذا اللي ببين من الورق آآ مبين انه انت يعني بالفترة الجاي زي ما بقوله التراب بتمسكه بقلب دهب فاستغل هاي الفترة في عندك فترة من الابندنس فترة من يعني في عندك حظ وفير كتير بهدول الثلاث أشهر فحاول على قد ما تقدر تشتغل فيهم أو تعمل مشروع جديد اللي انت بتفكر فيه اللي قلنا عنه هون ممكن تعمله آآ في هاي الفترة فترة كتير آآ مناسبة لهذا الموضوع نشوف هون قلنا انت في صراع انك تعطي التسامح او لا انك تسامح فهون بيقول لك انه آآ سامح 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 يا برج القوس ان شاء الله تكون اخر مرة يعني ما يكررها الحبيب او ماجيك ماجيك رح تكون جذاب جدا يا برج القوس بالفترة الجاي رح تكون جذاب للجنس الآخر بشكل كبير جدا اذا كنت رجل واذا كنت امرأة آآ فهذا السحر رح يجذب لك آآ آآ السول ميت طبعك اما القديم او للاشخاص السناقل الشخص الجديد آآ في حياتهم او السول ميت اللي لسه ما ظهر في حياتهم آآ ممكن جدا انه يظهر بهاي الفترة نشوف الرومانس اها بقولنا عن الحبيب آآ في اخبار آآ انه بما معناه في اخبار وصلتك آآ عن الحبيب آآ كلها تخاطئة او آآ سيتم توضيحها في آآ بالفترة الجاي في توضيحات كتير رح تسمعها من الشريك نفسه من صاحب الموضوع مش من اشخاص آآ اخرى فشي حلو آآ بيقول لك هون شوفنا في صراعات وكتير وآآ انه العقل والقلب وكزا بيقول لك آآ اعمل اللي انت حاسه وكأنه بحكي لك شغل هاي المرة شغل قلبك شغل قلبك وشو انت بتحس بكون هو آآ الصح عم بشوفك بتعمل ميديتيشن عم بشوفك بتعمل صلوات كتير بالفترة آآ الجاي بقول لك بقول لك اتعمق كتير آآ بنفسك آآ روح للروتس روح للجدور اكتشف جدورك انت آآ تفكيرك انت انت شو بدك آآ يعني اتعمق في تفكيرك آآ اعرف شو بدك بالزبط لان انا شايفيتك هون كمان في هذا الكرت كتير محتار وكتير يعني ما عم تعرف يعني تتصرف او تاخد قرار فقول لك فبيحكي لك انه قودي بروح بالعمق في نفسك وفكر على رواء فك اعطي حالك آآ فرصة بالتفكير لانه قرارك رح يعني آآ ينعكس عليك لفترة آآ طويلة فكون متأكد من هذا آآ آآ القرار نشوف الشاكرا آآ كاردس لانه شفت في عندك طاقات آآ سحر او حسد او كذا فخلينا نطمن نشوف آآ زي ما توقعت آآ في عندك الهارت شاكرا آآ ممكن تكون فيها مشكلة يا عزيزي يعني بسبب هذا الموضوع اللي قلنا عنه قبل شوي آآ فدير بالك آآ اعمل استشفاء آآ آآ ظبط امورك وبيقول لك آآ بعديها رح تكون في بدايات آآ آآ جديدة آآ آآ وحصاد للي انت تعبت عليه فيعني الامور آآ رح تتحسن شوي شوي مش فجأة آآ فكون صبور بيقول لك الكروت انه كون آآ صبور آآ بيقول لك هون انه آآ الموضوع آآ قد مكان كبير آآ قد مكان آآ صعب فانت قادر انك تعمله بالفترة آآ آآ الجاي فيه رح يكون عندك عناية آآ الهية او آآ مثل آآ مثل هيك شي عناية من الملائكة فلا روح يعني ما ما تتآآ يعني ما تتآآ يعني ما تتآآ تاخد خطوة للخلف آآ بالعكس آآ آآ روح خطوات للأمام وخليك آآ جريع هون بيقول لك انه آآ آآ رح تتعرف في الفترة الجاي على اصدقاء آآ آآ جدد بيقول لك دير بالك من اشخاص منهم يعني الاشخاص الجديدة في حياتك يا برج القوس بالفترة الجاي آآ كون متأكد من آآ هدول الاشخاص ما تدخل اي شخص على آآ آآ حياتك وخاصة من الجنس الآخر ما تدخل اي شخص بدون ما تتأكد مية بالمية آآ منه آآ شايف شخص آآ شوي آآ غريب عن ثقافتك آآ اذا كانت مواصفاته هذا الشخص غريب عن ثقافتك آآ شوي او آآ الديانة غير او العادات آآ غير بلد آآ تاني آآ آآ عم بشوفك آآ عم تتأزى من هذا الشخص هذا الشخص جديد آآ مش قديم جديد رح يدخل حياتك بالفترة الجاي فما تسمح لهذا الشخص اذا كان في هادي آآ المواصفات انه ياخد آآ حجم اكبر من حجمه آآ آآ لانه رح يكون في ضرر آآ من ناحيته فدير بالك من هذا الموضوع بقولك على قد ما رح آآ تفتح قلبك على قد ما رح تاخد آآ حب وهذا الحب بيقولك شاركه مع الناس اللي حواليك ما تحتفظ في آآ لحالك آآ آآ ازا كنت آآ عندك آآ مشاعر آآ اعمل شيرينج مع التانيين مع اللي حواليك مع اولادك آآ بالنسبة للاولاد كمان آآ نسيت احكي بالكروت آآ برج القوس عم بيكون شوي مهم شكرا